قدم مشروع دعم جمعيات المجتمع المدني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أدوات المكتبية لصالح عدد من الإدارات العاملة في مجال دعم جمعيات المجتمع المدني محمد حسن آدم بمبادرة من مشروع دعم جمعيات المجتمع المدني فازوك وبالتعاون مع منذوبية الاتحاد الأوروبي لدى البلاد جاءت مناسبة تقديم هذه المعدات الإلكترونية والأدوات المكتبية لكل من إدارة الشؤون السياسية والأحوال المدنية بوزارة إدارة الأراضي إلى جانب الأمانة الوطنية لدأم الكفاءات وإدارة المنظمات غير الحكومية والمساعدات الإنسانية التابعتين لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي وذلك بهدف تعزيز العمل الإداري والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تقوية كفاءات وقدرات جمئية المجتمع المدني هذا ما أكده منسق المشروع محمد غاليملا والذي أداف بأن هذه المناسبة اعتبر الانتلاق الرسمية لأعمال المشروع كما تهدس مسؤول المتابعة وبناء القدرات بمشروع بازوك عن الهدف من تقديم هذه المعدات نقدم معدات لثلاثة مؤسسات وهي دابيك وسناريك ودونك لأنه يكون في ترابط بيناتنا نحن كمؤسسة وهم كمؤسسات لأن كل المؤسسات في المجتمع المدني مربوطة مع بعض لأن نعمل ترابط مع بعض لنربوط المعلومات بين الأربع مؤسسات والمؤسسات المجتمع المدني لابد أن نقدم لهم معدات لأن بناء القدرات لا بد أن يتبني حسب القدرات الموجودة لدى المؤسسة المقدمة من اتحاد الغروبي المستفيدون من ناهيتهم قدموا شكرهم الخالص للمشروع الذي يعتبر شريكا أساسيا للمؤسسات والإدارات العاملة في مجال دعم وتعزيز قدرات جمئية المجتمع المدني وننوح بأن القيمة الإجمالية لهذه المعدات قدرت بأكثر من 40 مليون فرانك سفا